أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم حديثة عن شيء كتير كتير مهم آية أو كلمات ذكرها الرب يسوع قال من يقبلكم يقبلني وهذه الآية مأخوذة من إنجيل متى إصحاح العاشر وخلينا أعطيك صياق الحديث لهذا الموضوع في إنجيل متى إصحاح عشرة الرب يسوع بيتكلم بقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سق أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره واو كلمات قوية جدا تتكلم عن التكريس الكامل ليسوع المسيح سواء بالحياة أو بالموت تتكلم عن التسليم الكامل تتكلم عن إنكار الذات لاحظ الكلمات مكتوب من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها بيتكلم عن حياة حقيقية باتباع المسيح وبيتكلم عن أجر اللي هو كمان أيضا حياة أبدية ثم بيتكلم عن الترحيب بخدام الرب أو برسل الرب يعادل الترحيب بيسوع المسيح بتذكر الحادسين كنت تذكروا لما شاول الترصوصة كان بيتطهد كنيسة الرب بإفراط وبشدة وبعدين الرب المسيح المقام التقى مع شاول على الطريق إلى دمشق وقال له شاول شاول لماذا تتطهدني أجاب شاول من أنت يا رب قال أنا يسوع الذي تتطهده هو عم يتطهد أتباع يسوع المسيح لكن لاحظ جواب المسيح يقول أنت عم تتطهدني عم تطهدني أنا شخصيا ولما بترحب في رسل وتلاميذ المسيح وخدام المسيح كأنك أنت بترحب في المسيح يسوع لكن عاوز أتكلم عن موضوع القبول والمسيح يتكلم لليهود مرارا وتكرارا في إنجيل يحنى عن يعني الذي يؤمن بي يؤمن بالذي أرسلني من يكرمني يكرم الآب الذي أرسلني من يقبلني يقبل الآب الذي أرسلني وعلى طول هنا في سياق الحديث مش بس بيتكلم عن تسليم وتكريس وإنكار ذات واتباع يسوع والاستحقاق ليسوع المسيح وأنه مستعد كل غالي ونفيس وأنك تضوع حتى حياتك من أجل المسيح انتقل لأحباؤه الصغار لأحباؤه الصغار فلاحظ الكلام بقول من يقبل نبي باسم نبي أو أجر نبي يأخذ من يقبل بار باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سقه أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره الرب يسوع عنده قلب جميل تجاه الصغار مرة بقول لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكون مرة تاني بقول في متى إصحاح 18 إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد يعني مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السموات والشيء اللي بيلمسني لما بيتكلم في سفر متى أو إنجيل متى إصحاح 25 بيتكلم كنت جائعا أطعمتموني كنت مريضا زرتموني كنت سجينا زرتموني إلى آخره كل هذه الأعمال قال هذه العبارة الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة الأصاغر فبي فعلتم فإذن اللي عاوز أقول من خلال العنوان من يقبلكم يقبلني وإذا أنت بتقبل شخص لأنه بتقبل يسوع المسيح كانك أنت قبلت يسوع المسيح وقبول يسوع المسيح وقبول الآب وقبول ملكوت السموات وأي شيء بتعمله بحسبات الله ما فيش إشي ضايع عنده في مكتوب عنه أكرم الذين يكرمونني وبعدين اللي بيعطي الله رح يفيض يعني معاصر وأمور وخيرات وسماء لا توسع يعني بيعطيك بركة من كل ناحية بس الشيء اللي لمسني كأسماء بارد لا يضيع أجره مش بس بيتكلم على التكريس والتسليم وإنكار الذات الكامل نقول من ناحية الهوتية بيتكلم كمان عن التطبيق العملي أي خدمة أنت بتعملها مش ضايعة في حسبات الله أي خير بتعمله مش ضايع أي محبة بتظهرها مش ضايعة أي سلام بتقود شخص آخر أي مساعدة أي بركة بتقدمها كله في حسبات الله موجودة وبيباركك عليها أضعاف بقول لا يضيع أجره لا يضيع أجره تصور كأسماء بارد لا يضيع أجره طالما بتعملها باسم يسوع المسيح وأنا عاوز أقول لكل المؤمنين أنت بتمثل المسيح على الأرض ومشان هيك يعني أنت لازم تكون كمان شهادة حية رسالة حية وعايش حياة القداسة بتتشبه بيسوع المسيح فعندما يقبلوك الناس كأنهم يقبلون الرب يسوع المسيح ولكن أحبة إذا أنت اليوم بعدك مش عارف مين تقبل الكتاب المقدس وضح لنا أن يسوع هو الطريق يسوع هو الباب للخلاص ليس بأحد غيره الخلاص فأنا بدعوك اليوم أنك تعمل الخطوة الأولى أنك تقبل يسوع المسيح وشرط القبول أنه بيعطيك حياة أبدية مكتوبه أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمي ولاحظ وعد المسيح من يقبل إلي لا أخرجه خارجا فأنا بتكلم معك بقولك اسرع اليوم ما تأجل لأنه اللحظات الأخيرة عم تضرب ما تضوع وقتك ما تجازف بأبديتك يعني أي شيء لو كنت ابن أكبر خادم الرب إذا أنت ما اختبرتش يسوع مكتوب يعني مثل ما ابتدأ بحديثه يسوع المسيح من أحب أبا أما ابنا ابنا أكثر مني لا يستحقني عشان نكون مستحقين للمسيح هو الإيمان بشخص الرب يسوع شو رأيك اليوم تطلب أسرع طلبة صلاة تقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ بصلي من كل قلبي إنك تقبل وتقبل إلى يسوع وأكيد الرب رح يباركك أضعاف لأنه حتى كأس الماء مش ضايع أجره في حسابات المسيح اعمل شير والرب يباركك